اشتركوا في القناة فناها الفنان الكبير فاضل عواد واللي هي من الحان طالب جابر وكلمات الشاعر زا من سعيد فتاح وهذه تعتغل من الاغاني الكبيرة وشكرا لطلباتكم واللي هي دائما نطلم عدكم انه اتنورونا بطلباتكم حتى نقدر نفدلكم اياها هذه القناة هي قناة تعليمية وحب انو نوه انو عدنا نوعة من الاشتراك بالدروس والاشتراك اللي هي عن طريق الواتساب وطريق الزوم وطريق السكايب والاشتراك يكون طبعا دورتين نوعين هي اونلاين لكل الاصدقاء اونلاين بثمان محاضرات شهيرين وننتقل الى النوع الثاني اللي هو في بغداد الذهاب الى بيت الطالب وهي ست محاضرات لكن الفرق بين الانلاين ساعة والذهاب الى في بغداد يتكون ساعتين وحتى اكثر اخواني العزاء اعتماد العود يعتمد على اشياء كثيرة من ضمنها اولا يعتمد اكو كثير من الطلاب يقولون انو انو نتعلم العود هل نتعلمه بيكمل الشارع انو انا كيف اتعلم يعني راح اتعلم وهذه الامر هي يوضح الطالب عراقين امامه انت اذا ناوي وعندك الموهبة وعندك الحب لهذه الالة راح تتمكن من انطلاقك نحو العزاء من خلال اول شهر من خلال طريق التدريس الملرس وكيفية توصيله اليك من خلال اولا معرفة الاوتار اذا انت كنت في مستوى جيد وتعرف الاوتار والاصابع اوكي تمرين بسيط دخولك مباشرة للمقامات كثير من الناس يقولون احنا نعرف مقامات ونعزف بناجي عليهم ونلقاهم اداء غير موجود بالعزف وهذا خطأ يعني يعزف لكنه ريشة تضرب وجه الوتار او اداء لا يوجد وهذا نتخلوها في عبارات موجودة امانكم كلها هاي في الدورات الموسيقية اللي انا وضعتها وموجود رقم الواتساب اللي يريد يحب انه يشترك او يستفسر اسفل الفيديو اليوم احنا نتجي الى مقام الرست وهذه الاغنية اللاحظ امامكم الان هذه الكلمات طبعا هي من مقام الرست والدخول بالميوزيك الموسيقى في البداية فراح تكون طبعا انا مقطع لكم يا الفواصل حتى تعرفون راح احنا نعزفها بطريقة طريقة المبتدئين يعني المبتدئين وحتى الغير مبتدئ المتوسط يقدر ينزفها بصورة سهلة اخذتاني اليوم على درجة الصل صل 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 راح سب انها راح نقول صل صل اوكي في بدايتها راح اسطبي صل صل الصل صل صل اللامي ري صل 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 اللامي لا حت الفواصل هذا مقطع الاول ننتق الى مقطع الاخر والأخير الشي القفلة ما ترى حصير الغناء رح يصير عندنا نقول حاسبينك فا باع الفاصل الفارزة فا فاصل دو فا فاصل دو سال 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 لا حطوا عن اللا بيمون فامي غي 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 غا في ناش اوكي اخوان لاحظتوا الترتيب بعدين المقطع الاخير باعنا المقطع الاخير واضح فهذا صارت لكم الطريقة هي واضحة وجيدة امامكم في ترتيب قضية الاغنية يحاسبينك وهذه حرفية وتحياتي لكم لانه هي انا عملتها وفقا لطلبات الاخوان العزاء وان شاء الله راح نتناول الاطوار الريفية وبالتدرج للاغاني العراقية اللي حقيقة ما موجودة في اليوتيوب او ما موجودة نوطاتها او ما حد مستخدمها او حتى يمكن قليل جدا لذلك انا بديت ان شاء الله احنا بعد ما عرضت لكم لفترة معينة انه التقاسيم في هذه القناة كان الغاية عندي انه كيف تتعلم التقاسيم وكيف هي التقاسيم وما هو مقامات الرس تلاحظ فقط ورح ندخل على طريقة كيف تقسم بالعود لذلك الاغنية هي هسا تلاحظوها امامكم تلاحظوها امامكم شاهدون قدامكم انا راح يساعدكم دخولة 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 لذلك عندما نأخذها في الدروس نأخذها بترتيب وبتفصيل وأيضا نتعلم الطالب كيف يأزف أدائها لهذه الأغنية الجميلة الراعة وإخوانا أعزائي أتمنى منكم الاشتراك وفي قناتي وأي شيء مقترحات لأدكم وفق المحبة والاحترام لكم وتقديري النفذة لكم وإن شاء الله راح ننتقل إلى موضوع آخر في الفيديوهات وراح نستمر وياكم في الفيديوهات بعد ما فترا قطعنا عليكم بسبب دراسة الماجستير تحياتي لكم واتمنى أن تشتركوه ولا تنسون اللي ريحب يشترك بالدورات رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو مع السلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر